في زمن من الأزمان كانت هناك عجوز تدعى وولوت كانت تعيش في خيمة في أرض جرداء تخلو من المياه كانت هذه العجوز تقتات من عنزة تملكها حيث كانت تعيش على لبنها وكانت تربي أيضا كلبة لديها عدد من الجراء بلغت هذه العجوز من العمر أرضله وضعف بصرها حتى ذهب فعاشت وحيدة فاقدة للبصر في خيمتها ذات يوم وقبل أن تغرب الشمس أتى إلى الحي شيخ كبير يبدو على وجهه المزين بلحية بيضاء الوقار والتقوى وكان يتكئ على عصان تساعده في السيد اقترب الرجل العجوز من خيمة وولوت وطلب منها ضيافة الله وبالفعل رحبت العجوز به وأكرمته والصدافته عندها ليلة كاملة لم تبخل العجوز برغم فقرها على الضيف بل قدمت له طعاماً أعدته بكل ما تملكه من شعير وسقته من لبن العنزة التي تملكها ثم دبحتها وأطعمته من لحمها تناول الشيخ طعامه حتى شبع وأمر العجوز أن تقترب منه ثم وضع يده على عينيها فاستعادت بصرها في الحال بعد ذلك طلب الشيخ من وولوت أن تحضر جلد الماعز الذي دبحته ثم مسح عليه فعادت العنزة للحياة كما كانت ثم فعل نفس الشيء مع الشعير فامتلأ خيش الشعير عن آخره وأوصاها أن تحط سكان الحي على الرحيل في الغد الباكر والانتقال إلى الأرض التي ستنتقل إليها الكلبة أمتت العجوز وولت ليلتها في فرح شديد وفي دهشة كبيرة أيضا من أمر هذا الشيخ المبارك وفي الصباح غادر الشيخ الخيمة بعد أن وعد العجوز بالخير الوفير إذا عملت بما أوصاها به أخبرت المرأة أهل الحي بما حدث فصدقها أكثرهم ثم راقبوا كلبتها حتى شاهدوها وهي ترسل جراءها واحدا تلو الآخر إلى منطقة بعيدة وتضعهم تحت السدر لم يساور الشك إلا القليل منهم حيث أسرع بنقل خيامهم إلى الأرض التي نقلت إليها الكلبة أطفالها تصديقا لوعد الشيخ وفي نفس اليوم هطل المطر بغزارة حتى أدى إلى تفجر نبع من الأرض فريح أهل الحي كثيرا بهذا النبع وأسمه تيمنا بالعجوز عين وولوت تدولت الألسنة قصة الشيخ والمرأة العجوز على مر العصور حيث قال البعض أن الشيخ هو سدي عبدالقادر الجيلالي الذي كان قد جاء من بغداد فلما مر بهذه الأرض الجرداء وشاهد ما يعاني منه هؤلاء الناس من الجفاف وضيق العيش هرع إلى إكرامهم بهذه العين لتفتح عليهم أبوابا من الرزق من خلال الزراعة بنى أهل الحي بعد ذلك مقاما للشيخ اعترافا بصنيعه وأسمه مقام سدي عبدالقادر الجيلالي حيث يزوره الناس من كل حدب وصوب وتعد فيه الولائم للفقراء والمحتاجين